موسيقى رئيس مجلس النواب الاثيوبية تبادل الافكار حول تعجيز التعاون ومعالجة تحديات المناخ العالمية مع وفد اذربيجان موسيقى مدير قوة شرق افريقيا الاحتياطية يشيد دور اثيوبيا في الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام اصعد الله وقادكم بكل خير من القسم العربي في هيئة الاذاعة الاثيوبية والتلفزيون الاثيوبي نقدم لكم نشرة الاخبار لهذا اليوم يصحبكم في عبدالعزيز سليمان تبادل رئيس مجلس النواب تاقس اش افوال افكار حول تعزيز التعاون ومعالجة التحديات للمناخ العالمية مع وفد الرفيع المستوى من اذربيجان بقيادة وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار بابايف الذي يرأس مؤتمر الاطراف التاسع والعشرين وركد تاقس على الجهود الرامية الى معالجة تغير المناخ مصلطا الضوء على نجاح مبادرة البصمة الخضراء في اثيوبيا واكد على الحاجة الى زيادة التعاون وتبادل الخبرات الى جانب ضمان توفير مليار دولان امريكي من التمويل المناخي الذي طال انتظاره واكد تاقس على اهمية ترجمة قرارات مؤتمر المناخ الى اجراءة ملموسة بما في ذلك مؤتمر الاطراف التاسع والعشرين القادم والذي يمثل فرصة لتسريع الجهود الدولية نحو العمل المناخي ومن جانبه اوضح وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار بابايف ان الغرض من الزيارة وفهم اجراءات تغير المناخ في اثيوبيا واكد ناذربيجان تواجه ايضا نصيبها من تحديات المناخ بما في ذلك الجفاف والفيضانات واعرب عن اهتمام بلاده بالتعلم من تجربة اثيوبيا في التخفيف من اثار تغير المناخ وعقب المناقشات شارك الوفد في غرس الاشجار مما يؤكد الالتزام المشترك لاثيوبيا واذربيجان بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاثيوبية ان اثيوبيا ورئاسة مؤتمر المناخ التاسعة والعشرين اتفق على التعاون بشأن القضايا العالقة في مفاوضات المناخ وتم الكشف على ذلك خلال اجتماع ثاني عقدة بعقدة بين وزيرة التخطيط والتنمية الاثيوبيا فتس اما سفا ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية اذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ مختار بابايف وخلال الاجتماع الثنائي اعربت فتس اما عن امتنانها للدعوة الى انعقاد مؤتمر المناخ كو اوبا التاسع والعشرين في باكو باذربيجان الذي سيعقد في نوفمبر الفين واربعة وعشرين وصلت الضوء على دور اثيوبيا النموذجي في بدء وتنفيذ سياسات طموحة لتغيير المناخ مثل الاقتصاد الاخضر المرن للمناخ ومبادرة البصمة الخضراء واستراتيجية التنمية طويلة الاجل المنخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ ومختلف مشاريع البيئة كما سلطت الضوء على اللعب المتزيد الذي تواجهه البلدان النامية وخاصة اقل البلدان نموا وافريقيا بسبب الاثر السلبية لتغيير المناخ وطلب الوزير الاذربيجاني ورئيس الدولة التاسعة والعشرين لمؤتمر الاطراف مختار بابايف رسميا دعم اثيوبيا في الضغط على مجموعات التفاوض من خلال منصات مختلفة حيث تعد اثيوبيا مناصرة رائدة في هذا الصدد اشادت قوة شرق افريقيا الاحتياطية لدور اثيوبيا الذي لا غنى عنه في الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة كعضو رئيسي في القوة ووصل وفد من مكتب قوة شرق افريقيا الاحتياطي في نايروبي بيكينيا الى اثيوبيا للاشراف على استعداد الكتيبة الالية الاثيوبية التي ساهمت في القوة معذرة وحضر الحدث مدير قوة شرق افريقيا الاحتياطية العميد بول كاهوريا نجما الى جانب الفريق اول السميث ديغيفي المستشار العسكري لرئيس اركان قوة الدفاع الوطنية الاثيوبية وقادة وضباط عسكريون من قوة الاستعداد ومسؤولون من الاتحاد الافريقي وصلت المدير الضوء على المساهمة الكبيرة التي قدمت اثيوبيا من حيث تغفير جيش محترف ومؤهل لقوة الاحتياطي في شرق افريقيا كما اشاد باثيوبيا لمساهمتها العالمية في هذا الصدد واشار الى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اثيوبيا في تعزيز السلام والاستقرار في جميع انحاء شرق افريقيا معربا عن امتنانه للمساهمة الكبيرة التي قدمت اثيوبيا في جميع المهام التي شاركت فيها حتى الان مؤكدا على ضرورة قيام الدولة الاقليمية بتعزيز التعاون والعمل معا وخلال اقامة في اثيوبيا سيزور مبعوث قوة الاحتياط مقر قوة الاحتياط في شرق افريقيا في اثيوبيا لتقتيم جاهزية الكتيبة اجرى وزير الافتكار والتكنولوجيا الاثيوبي بلت مولا ومن دوبون من المؤسسة النووية الوطنية الصينية المناقشات حول التعاون المحتمل في قطاع الطاقة النووية وتركز هذه المحادثات وتركز هذه المحادثات على استكشاف سبل تعزيز تطوير البنية التحتية للبرامج النووية السلمية وخلال هذه المناسبة اوضح الوزير ان اثيوبيا اتخذت خطوة مهمة نحو تسخير الطاقة النووية للاغراض السلمية من خلال توقيع اتفاقية مع شركة روستاوم لبناء البنية التحتية الاساسية وتهدف هذه الشراكة الى تسهيل استخدام الطاقة النووية في مختلف القطاعات لدعم الاهداف التنموية للبلاد وابدى مندوب المؤسسة النووية الوطنية الصينية اهتمامهم بتوسيع تعاونهم الى ما هو ابعد من تطوير البنية الاساسية والتعمق في مجالات مثل تنمية الموارد البشرية وخلق بيئة مواتية للجامعات الاثيوفية التي لديها مناهج دراسية في مجالات الطاقة النووية لضمان النمو المستدام والاستفادة من التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية وصلت المناقشات الضوء على اهمية التعاون الدولي في تعزيز الطاقة النووية للتطبيقات السلمية ناقش السفير الاثيوفي لدى كوريا الشمالية مع ذرة ناقش السفير الاثيوفي لدى كوريا الجنوبية دسي دالكي مع رئيس جامعة دونج ايو على الكورية الجنوبية سوان هان وطلب السفير دسي دالكي من الرئيس أن تتعاون جامعة دونج ايو مع مؤسسات التعليم العالية الاثيوبية لتعزيز المزيد من التعاون التعليمي بين اثيوبيا وجمهورية كوريا وحتى السفير رئيس الجامعة على زيادة فرص المنح الدراسية للطلاب الاثيوبيين وتسجيع الاساتذة على الانخراط في مشاريع الجامعات الاثيوبية لتعزيز التعليم العالية ومن جانبه طمأن رئيس جامعة الدونج ايوي الحضور على الالتزام التام من الجامعة من خلال التعحد بالعمل بشكل وثيق مع السفارة الاثيوبية لتعزيز العلاقات بين اثيوبيا وجمهورية كوريا في مجال التعليم كما اشار الى ان الجامعة لديها بالفعل خبرة في الانخراط في مشاريعها مع جامعة ادامة للعلوم التكنولوجية في اثيوبيا واعرب عن رغبته في تعمق التعاون لتبادل الخبرات دعت هيئة القهوة والشاي الاثيوبية المستثمرين الى المشاركة في قطاع الشاي وقد اظهرت مبادرة توسيع انتاج اوراق الشاي في اثيوفيا نتائج واعدة والتي بدأت قبل ثلاث سنوات تحت قيادة رئيس الوزراء ابي احمد وكشف المدير العام للهيئة دونالد بيلا انه تم تراعة 460 مليون شتلة لتعزيز الانتاج وقد شهدت السنة المالية الحالية انشاء مزارع شاي واسعة النطاق تمتد على مساحة 30 الف هكتار وهي قفزة كبيرة من التركيز السابق لانتاج الشاي في 5000 هكتار فقط في وشوش وغوميروم وعلى الرغم من تصدير 950 طن من اوراق الشاي المصنعات عالية الجوجة وتحصيل 2.1 مليون دولار امريكي بالعملة الاجنبية خلال الاشهر الاحد عشر الماضية بزيادة قدرها 50 الف طن عن العام السابق وقال ان المشاركة المحدودة للمستثمرين في هذا القطاع قد زادت من قدرة اثيوبيا على الاستفادة من مواردها الوفيرة وتوليد عمولات اجنبية كبيرة وفي الوقت الحالي تستورد المملكة المتحدة 99% من صادرات اثيوبيا من الشاي مما يشير الى وجود مجال لتنويع السوق والنمو اطلقت الخطوط الجوية الاثيوبية اكبر شركة طيارين في افريقيا رسميا خدمات ركاب جديدة الى وارسو بولندا عبر اثناء اربع مرات اسبوعيا وحضر حفل الافتتاح العديد من المسؤولين الحكوميين والضيوف المدعوين بما في ذلك وزيري الدولة للشؤون الخارجية الاثيوبية مزقانا عرقا وبرتوكان اياني بالاضافة الى وزير الدولة للنقل واللوجستيات دينجي بورو والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الاثيوبية ماسفين تاسو وسفير بولندا لدى اثيوبيا بيرزميسلا بوباك وصلت وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير مزقانا عرقا الضوء على اهمية الرحلة الجديدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين اثيوبيا وبولندا ووفقا لا فان لدى البلدين فرص للعمل في شراكة في عدة من المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة وتطوير البنية التحتية وغيرها ومن جانب اشار سفير بولندا لدى اثيوبيا الى ان الرحلة الجديدة ستكون اداة حيوية لتوسيع التبادلات الثقافية بين شعبي البلدين بالاضافة الى مساهمتهما في تعزيز التجارة والسياحة وقبل الخدام اليكم تذكيرا بما جاء في عنوين الاخبار رئيس مجلس النواب الاثيوبية تبادل الافكار حول تعزيز ومعالجة تحدية المناخ العالمية مع وفد اذربيجان مدير قوة شرق افريقيا الاحتياطية يشيد دور اثيوبيا في الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة في هذا القدر عجلنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا لهذا اليوم وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة